الواقع بيتكلم والواقع بليغ والواقع بيحتم علينا ان احنا نكمل الحلم الرئيس بيقول احنا لسه بدري لسه بدري عملنا كتير من وجهة نظركم لكن انا ما ببصش على اللي تعمل ببص على اللي لسه ما تعملش انا بقول باختصار نهاردة الحاجات الرئيس قالها النهاردة طبعا المشروعات افتتاح عشرات المشروعات اللي بتمثل رافض اساسي من احلام الدولة المصرية والرئيس المصري للمصريين في توفير مسكن امن توفير مسكن كريم حياة كريمة جزء من حياة الناس اللي بنحاول نغيرها من واقع الى واقع اخر يلائم حياتهم وحقوقهم ده الواقع النهاردة وعلى هامش كل افتتاح الرئيس بيتواصل مع الامة عبر كلمات ورسائل واضحة لو جمعنا كل كلمات الرئيس في كل المناسبات هلقيها مشروع توعوي كامل متكامل الرئيس خلال كل لقاءاته الجماهيرية وكل افتتاحاته للمشروعات القومية وفي كل المناسبات مؤتمرات الشباب ومنتدات الشباب والاحتفالات العمومية دائما ما يتحدث بخصوص المناسبة ثم ينحو بعيدا ومرتجلا ويقول كلمات بسيطة لكنها تمثل فيما بينها في حال ضفرناها ونسجناها مشروع توعوي لهذا الجيل الرئيس تكلم في احدى المناسبات وقال احنا ميزانيتنا قد ايه؟ ميزانيتنا كم تريليون؟ 2-3 تريليون؟ انا باحلم ان ميزانيتنا تكون 15 و 16 تريليون يعني تريليون دولار عشان اقدر اخلي مصر عروسة ده تعبير الرئيس الرئيس في مرة اتكلم على الاحتياط النقد الاجنبي في البنك المركزي قال ان الاحتياطي قارب على الخمسين الحمد لله فضل ونعمة احنا كنا فين؟ ده احنا كنا وصلنا قاع صخري ما كانش عندنا فلوس 14 وكان منهم تسعة دهة وكان الدنيا خربانة الرئيس قال وصلنا خمسين الحمد لله لكن لا انا بحلم ان يكون عندي احتياطي نقد اجنبي في البنك المركزي 300 مليار و400 مليار الرئيس اتكلم في اكتر من مناسبة على احلام حقيقية انا عايز الدلتة اللي موجودة دلوقتي اعمل دلتة زيها تاني اللي هي الدلتة الجديدة انا عايز اهلين يعيشوا ويفتكروا هذه الايام ويبنوا الاجال اللي جاي